يجب أن نقطة مهمة أيضاً يجب أن أتحدث عنها هي أنني لم أزور المملكة العربية السعودية في حياتي زيارتي لها كانت في مطلع 2013 في يناير 2013 كانت أول زيارة وبعثة المراقبين كانت في ديسمبر 2011 وانتهت في يناير 2012 يعني تقريباً بعد سنة بل بعد سنة كاملة وكانت تلك الزيارة بدعوة من قناة وصال الفضائية ولم تكن دعوة لا من طرف الحكومة ولا من طرف أي جهة رسمية كانت دعوة من طرف قناة وصال الفضائية التي تبث من الرياض وقناة وصال بعد ظهوري في الجزيرة شاركت في عدة برامجها وأنا أيضاً معروف بمناهضة للمشروع الإيراني وهي قناة تناهض هذا التمدد الإيراني داخل الدول العربية ويشهد لها العام والخاص بما تقوم به من جهود في حماية العقيدة السنية من هذا المد الصفوي الذي يستعمل كل الطرق العقائدية والمذهبية والطائفية والدينية والسياسية والفكرية وكل ما هو متاح له يستعمله من أجل التمدد داخل الدول العربية والإسلامية